بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. انا نور ودي قناتي. وقت ما انا اعجبتك وصفات النهاردة. وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وصفات النهاردة هتكون طريقة عمل غسول طبيعي هيكون من افضل انواع الغسول اللي ممكن تستخدمها للعناية ببشرتك. كل مكوناته طبيعية وامنة جدا في الاستخدام. ونتيجه هتكون من ارواع ما يكون. نبتدي بقى نشوف التجيئة والمكونات. انا هحتاج للشاي الاخضر وده بيكون شكله. طبعا نقدر نستخدم اوراق الشاي الاخضر بالشكل ده ونستخدم اكاس الشاي الاخضر حسب المتوفر عندك. الشاي الاخضر ده بيغز البشرة جدا وبيمنحها نضارة ونعومة. وبيفتح البشرة وبيوحد لونها. وبيقوم ظهور التجعيد لانه بيحتوي على مضادات الاكسادة. كمان بيعالج حب الشباب وبيمنع انتشاره على البشرة. وبيجدد خلايا البشرة وبيخلصك من الجلد الميت. وبيحتوي على مضادات للالتهابات وللبكتريا فيساعد على حماية بشرتك. كمان بيكون مفيد جدا لاصحاب البشرة الدهنية لانه بيقلل من افراز الدهون على البشرة. وبيض على الهالات السودة حول العين وبيعمل على غلق المسام الوسعة. الشاي الاخضر ده من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها للعناية ببشرتك. لعمل الوصفة بها انا هحتاج لمعلقة كبيرة من الشاي الاخضر. هجيب بقى كده طبق وهبتدي بقى اوضي فيه معلقة من الشاي الاخضر. هحتاج لي النعناع. والنعناع له تأثير مهدق ومنعش على البشرة. فبيساعد على استرخاء البشرة ومنحها اشراقه ولمعان. وبيساعد في ازالة اصار حب الشباب وعلاجه لانه بيكون مضادات قوة للبكتريا. كمان بيزل الرؤوس السودة وبتحكم في افراز الدهون لاصحاب البشرة الدهنية. وبيرطب البشرة جدا لانه بيساعد على حبس الرطوبة وشد المسام. وبياخر علامات تقدم السنة زي التجاعد والخطوط الرفيعة. وبيقلل من زهور الهالات السودة حول العين. ودي بتكون من اهم فوائده. كمان بيعمل قواقل طبيعي من الشمس. وبيشفي من اثار حروق الشمس على البشرة وبيكون مضادة للالتهابات. لانه بيخفف من تهيج البشرة والحكة. هاضف بقى دلوقتي على معلقة الشاي الاخضر معلقة من النعناع. هجيب بقى كوباية من المية السخنة وهضفها على معلقة الشاي الاخضر ومعلقة النعناع. هاضف بقى كده المية السخنة بسم الله. اخلط بس المكونات كده مع بعض. وشايفين لون المية ابتدى يتغير الزيج. هسيب بقى المكونات ما نقع في المية كده لمدة ساعة كاملة. والافضل كمال لو كانت سبتها من hoy الليل لغاية السبح. هكتسبها لمدة ليلة كاملة عشان تتأكدين ان النعناع والشاي الاخضر نازل كل فويضه في المية. بس انا هسيبه كده لغاية ساعة وبعد كده هنكمل. دا حواليا بقى ساعة دا بيكون بقى شكل منقوع النعناع والشاي الاخضر. شاي فين بقى شكل المية? وكل ما تنقعها لمدة اطول كل ما هتنزل كل فوضها بشكل افضل كمان. فالافضل كمان لو استبتها من بالليل لغاية الصبح. بس ساعة برضو هتكون كافية جدا. باستخدام بقى مصفى سلك هصفي المكونات دي عشان انا محتاجة للمنقوع بس ومش محتاجة خلاص لها للشاية الاخطر ولا لنعناعة. صفيت بقى كده المكونات واخدت المنقوع بس. وبواقي بقى النعناعة والشاية الاخطر دينا مش بتخلص منها لانها بتكون غنية جدا بالفوائد. دي بقى ممكن تطحنيها او تدرقيها. وتستخدمها في منطقة حول العين بتكون هايلة في التخلص من الهالات السودة وانتفاخ تحت العين. بتكون فعالة جدا. كمان تقدر تحفظها في الفريزر وتخدم منها ان كل ما تحتاج جزء صغير يعني مع الاحتفاظ بالكمية كلها في الفريزر. هتفضل صالحة معاك للاستخدام لغاية ما بتخلص الكمية كلها. بعد بقى ما جهزت المكون الاول وهو ما نقوع عن النعناع والشاية الاخضر هبتدي بقى في تجهز المكون التاني. انا هحتاج لصابونة زيت الزاتون او صابونة نابولسي شهين. والصابونة دي بتكون طبيعية 100% وبتكون بدون رائحة. وبتكون فوعدة كتير جدا للبشرة وكمان للشعر. السابونة دي بتكون مكونة من زيت الزتون والجلسرين الطبي والمكونات دي بتكون مفيدة جدا لصحة البشرة وكمان الشعر. واهم حاجة زي ما احنا شايفين انها بدون كيمويات. الصابونة دي تقدر تستخدمها للبشرة بتعمل على تفتيح البشرة وبتخلصك تماما من حب الشباب ومن الحبوب ومن البصور. وبتدي البشرتك لون مواحد وبتخلي بشرتك دايما صافية. السابونة دي بتعتبر البديل الطبيعي والامن جدا لغسول البشرة وكمان لشامفو الشعر. باستخدام بقى المبشرة ببشر حوالي تلات معالقة كبيرة من السابونة. وهي دي الكمية اللي انا محتاجاها. هجيب بقى كده طبق وهضيف فيه تلات معالقة السابون اللي انا بشرتهم. جهزت بقى كده الصابون المبشور ومنقوع النعناع والشاي الاخضر. وده بتكون المكونات الرئيسية عنده في الوصفة. هبتدي بقى دلوقتي في عمل الوصف. هجيب بقى الصابون المبشور وهضيف عليه منقوع النعناع والشاي الاخضر. هاخلط بس بكده المكونات مع بعض شوية صوارين. طبعا كل ما هتبشور الصابون ناعم كل ما هيدوف معاك بشكل قصر. مش هياخد وقت كمان كتير في التقليل. هحتاج بقى لمقدار ربع كباية من ماء الورد. وهجيب بقى خليط الصابون وهضيف عليه ربع كباية ماء الورد. هضيف بقى دلوقتي على الغسول مقدار معلقة كده من العفو. هحتاج لزيت اللوز الحلو. وزيت اللوز الحلو ده من اروع الزيوت اللي بتفتح البشرة جدا وبتبيضها. وبتزيل البقى على الدكنة والتصبغات الجلدية وبيرطى بالبشرة الجافة. وبيكون مناسب لجميع انواع البشرة. هضيف بقى كده مقدار معلقة من زيت اللوز الحلو. هحتاج لزيت النعناع. وزيت النعناع ده اللي عملته قبل كده في القناة بتقريبها نجحة جدا هسيب لكم لينك الوصف في صندوق الوصف. عملته بتريقة صحيحة هيكون محتفظ بلونه ورحته وكل فويته. بعد الوقت على الغسول مقدار معلقة كده من زيت النعناع. بتقدري طبعا مش متوفر عندك زيت النعناع انك تستغني عنه او تستبدلي باي زيت يكون مناسب لبشرتك. بس زيت النعناع ده من اروع الزيوت اللي بتخلصك من الهالات السودة وانتفاخ تحت العين. وبيدها لحب الشباب وعلى الحبوب بفعالية كبيرة جدا. اخلط دلوقتي كل المكونات لغاية ما كواس جدا. لازم اخلطها بعد دلوقتي. لغاية ما بحس ان مكوناتها كلها بقت كريمية ونعمة ما يكونش فيها اي اثر لبشر الصابون. كمان تقدري تاخد المكونات زي ما هي كده وتحطيها في الخلط وتخلطيها دقيقة واحدة بس. هتديكي نتيجة هيلة في وقت سريع جدا. اخلطها بقى كويس. خلط بقى كل المكونات في الخلط لمدة دقيقة واحدة بس. كل المكونات اندمجت كويس جدا وبقى قوام الغسول ناعم وبقى زي الجهز بالزبط. ممكن نشوف كمان بقى دلوقتي قوام الغسول. شايفينا تكتو حلوة جدا. كمان راح توهيلة من زيت النعنة. هجيب بقى دلوقتي علبة مضيفة انا رسلتها كويس جدا ونشفتها. وهضف بقى فيها الغسول. ولازم تكون العلبة جفة تماما ما يكونش فيها ولا نقطة من الماء عشان الغسول ما يفسدش. كمان العلبة بالشكل ده هتسهل جدا استخدام الغسول على البشرة. وده ما يكون بقى الشكل نايل الغسول بعد ما ضفته في العلبة. بقى في الباعة للعلبة احتفظ بفى التلاجة بيكون صالح للاستخدام في التلاجة من خمستاشر لعشرين يوم. لكن لو حبت احتفظ بي خارج التلاجة هيكون صالح للاستخدام لحوالي خمس او ست ايام بالكتير جدا. فيفضل يعني تتعمل كمية صغيرة وتجديديها بانتظام. ده بيكون افضل عشان تحافظ على صلاحية وفعالية المكونان. دي جيبقى لطريقة استخدام الغسول. عشان تاخدي بقى افضل نتيجة من الغسول ده هتستخدمي مرتين في اليوم. مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم. هتاخدي بقى جزء صغير من الغسول وتغسلي بيه كامل الوجه والرقبة والايدين. والده اللي كيب حركات خفيفة كدا لمدة دقيقة ودقيقتين. بعد كده هتسبيها على البشرة لمدة دقيقة كمان او دقيقتين. عشان بشرتك تستفيد كواس جدا بكل مكوناته. كمان كل مكوناته طبيعية فهتكون امنة جدا في الاستخدام فما تقلقيش خالص لو سبتها لمدة دقيقتين على البشرة. بعد كده بقى تغسلي بشرتك في الاول بالمية الدافية وبعد كده بالمية البردة. وممكن بقى ترشيها بماء الوردة او ترطى بها باي كريم مرتب بيكون متوفر عندك. كمان بترعي ان كل مرة تيجي تستخدمي فعا الغسول انك ترجي الاساسة كويس جدا. كمان لو عاملة كمية كبيرة وتحتفظ بها في التلاجة وتخرجي كمية صغيرة. وكل ما بتخلصيها بتاخد كوزء تاني من اللي موجود في التلاجة. يعني لو في كمية كبيرة لازم تحتفظ بها في التلاجة عشان تحافظ على صلاحيتها القطور فترة ممكنة. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام غسول الشاي الاخضر والنعناع. هتكون نتائجه مزهلة في تفتيح البشرة وتبيضها وتوحيد لونها. كمان بيكون ليه تأثير مهدئ ومنعش على البشرة فيساعد على استرخاء البشرة ومنحها اشراقها ولمعان. وبيكون فعال جدا في ازالة اثار حب الشباب والحبوب والبصور. كمان بيعالجها وبيمنع انتشارها على البشرة. لان الغسول ده بيكون مضاد قوي جدا للبكتيريا. الغسول ده بيكون مفيد لاصحاب البشرة الدهنية لانه بتحكم في افراز الدهون. وبيرطب البشرة جدا لانه بيساعد على حبس الرطوبة. وبيعمل على شد البشرة وبياخر علامات تقدم السنة زي التجعيد والخطوط الرفيعة. وبيقلل من ظهور الهالات السودة وانتفاخ تحت العين. ودي بتكون من اهم فوائده. كمان بيعمل قواقي طبيعي من الشمس وبشفيكي من اثار حروق الشمس. وبيكون مضاد للالتهبات لانه بيخفف من تهيج البشرة والحكة. كل المكونات المستخدمة في عمل الغسول دي بتكون طبعية مية في المية. كمان بتكون امنة جدا في الاستخدام على البشرة. وبتكون نتياجها مزهلة. بتكون مفتاحة ومرطبة وبتكون مضاد للبكتيريا. فبتعالج اثار الحبوب وحب الشباب. وبتكون علاج فعال للهالات السودة وانتفاخ تحت العين. الوصفة دي بتكون من الوصفات المهدئة جدا للبشرة. وفي نفس الوقت بتكون وصفة علاجية. لكن نشوف بقى دلوقتي كمان قاوم الغسول بعد ما سبته لمدة طويلة. شايفين بقى قاوم الغسول? نتيجة وعالة. وقاومه كريم ونعم جدا. شايفين بقى قاومه. نفس الجهاز بسط. اتمنى طبعا ان تكونوا صفتة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.